وبشرة صارة أخرى غير القطار السريع الشركة المتحدة تحصل على حقوق كل مباريات المنتخب المصري كل مباريات المنتخب المصري UMS United Media Services المتحدة الخدمات الإعلانية تعلن مشكورة بصراحة على أن حقوق المباريات المنتخب بتاعنا هتبقى بتتزع دايما على شبكات أو على شبكة ON الرياضية ON Sport وهكذا المتحدة الخدمات الإعلانية الإعلامية أنا آسف أعلنت عن اتفاقها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كاس العالم 20-22 تاني بقى داخل وخارج البلاد داخل مصر وخارج مصر يعني ما فيش مباراة هتفوت حضرتك أمام أنجولا والجابون وليبيا بالإضافة إلى المباراتين بتوع الدور المقبل بإذن الله واللي هم حاسمتين إن شاء الله يا رب يكرمنا في التأهل إلى المونديال البداية هتبقى يوم الأربع بعد بكرة قدام منتخب أنجولا ده هيبقى في استادة الدفاع الجوي بالقاهرة الاتفاق بينص على إيه؟ بينص على أنه الاتفاق اللي هو بين المتحد الخدمات الإعلامية والاتحاد الدولي الكرة القدم على أن حقوق البث الأرضية والفضائية على قنوات أن تايم سبورتس لكل التصفيات دي واللي تنطلق إن شاء الله إن شاء الله يوم 1 سبتمبر الفيفا كان تحصل بالفعل على حق توزيع حقوق وسائل الإعلام للتصفيات المؤهلة لكاس العالم بإفريقيا بعد موافقة جميع الاتحادات الإفريقية واللي طبعا بلغ عددها زي بقى حضراتكم معارفين تبقى للـ 54 دولة يبقى 54 اتحاد إذن 54 عضو بيحصل الاتحاد الدولي عشان بقى تبقى أنت فهم الدنيا ماشية إزاي لكرة القدم بمناسبة الموافقة دي موافقة الاتحادات الإفريقية على توزيع جميع حقوق وسائل الإعلام لكل المباريات وبتاعت التصفيات بتاعت المونديال في القارة الإفريقية المتحدة قدمت عرض مالي للفيفا المالكة للحقوق من حوالي سنة ونصر 18 شهر مباحثات مفاوضات إلخ 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 قام بها فريق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والحمد لله قدروا يحصلوا على هذه الحقوق علشان سيادتك تبقى مبسوط مشاهد مشجع الكرة يقدر يتابع المنتخب بتاعه داخل مصر وخارج مصر ويتفرج عليه على الشاشات المصرية On Time Sports الحقيقة زي ما حضراتكم عارفين الموضوع ده غاب عن شاشاتنا المصرية يعني حبتين يجي عشرين سنة كده المتحدة تتمنى لكل مشاهدي On Time Sports متابعة جيدة لكل برامجها واللي هتبقى بقى إن شاء الله مليانة انفرادات ومتابعة دقيقة للتصفيات الإفريقية وتحليل بقى للمطشاط وطبعا مسندة من الجماهير جماهير كرة القدم من الشعب المصري اللي بالتأكيد وقفين وراء المنتخب القومي بإذن الله بإذن الله بإذن الله لحد ما نوصل لكاس العالم عشرين عشرين إن شاء الله جدير بالذكر يا ساقه إيه عشرين عشرين ده؟ ده كم من سنة تقه من سنة عشرين عشرين؟ عشرين عشرين عشرين؟ خلاص يا جماعة الموزيح بان عليه عجز ولا إيه؟ المهم جدير بالذكر يا سادة إن قنوات On Time Sports إن شاء الله هتقوم بإنتاج المباريات اللي بيشارك فيها منتخب مصر على أرضها حسب الاتفاق مع الفيفا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام حسب رتفنا هم دول المصريين؟ شكرا ونادي باسم مصر والبلادي يلا بينا كلنا نتجم معين مملا الشوارع وحخل الكل سادة حسب رتفنا هم دول المصريين؟ ترجمة نانسي قنقر شكرا وقشاتنا شكرا وقشات��